فلان ده رحل عشان المرحلة المجبلة بتاعت حد تاني وليه ما بتوفرش حد قوي في نفس المنصب طب ما انت جبت الكابتن خالد بيبو ومشيت الكابتن خالد بيبو عارف فكرني بايه من وجه النظرك يا سمان عارف فكرني بايه خالد بيبو نجح مع النادي الاهلي خالد بيبو كان فترة انتقالية ما تقدرش تقيمه خالص هو نجح ولا لأ طب هقولك على حاجة خالد بيبو خالد بيبو نفسه هو مش عارف هو مشي ليه هو مش عارف انتو جبتوني في ايه اصلا ومشيتوني في ايه طب هل انتو مشيتوني عشان الضغط الجماهيري اللي حصل رابط نالي حالي بيبو انا عارفوك بيتكارن بساد عبد الحفيز من ناحة الكابتن لا 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 مع احترامي مع احترامي مفيش اي مدير كورة قادم قادم بقى ايا كان ايا كان الاسماء مع احترامي لكل الاسماء تقدر تكارنه بساد عبد الحفيز بص رحمه الله الكابتن صابية البطل كابتن محمد رمضان حي يرزق ودلوقتي في لجنة التخطيط مع الكابتن مختار مختار ثم الكابتن كمان كابتن طارق سليم انا بص بقى بقى بتسلسلك ازاي يعني ثم الكابتن ساد عبد الحفيز بص ما اتقارنش اي حد اي حد بالرباع اللي انا ذكرتهم لك دول دي ايه سامي ومسان ماسك الملف مع مهمته في مع المدير الفني الكابتن سامي نفسه مش عارف ايه مهم منصب مدير الكورة الحي دي بالنسبة لي غريبة اوه يعني دي بالنسبة لي انا على ما تستفهم بالجملة يعني انت هل انت هل انت ما عندكش كادر ما عندكش كادر او مش شايف كادر مميز يستطيع ان هو يكون موجود في المرحلة دي بدل ونخلي بقى الكابتن سامي امصان في مهامه اللي هو المدرب العام طب انا ليه خليت الكابتن سامي امصان شغلته بمنصب كاني اصلا يعني انا من المفترض ان هو المدرب العام الوحيد اللي مع مارس الكولر ازاي انا بقى كمان ادينه مهام تانية ان هو يشتغل بروحين ايه يا جماعة انتو في ايه اللي بتاقي اللي بيحصل ده من وجهة نظرك التخبط اللي بيحصل من اللي ممكن يكون دي الملف ده الفترة الجاية مفيش حد يقدر على المكان ده اللي سيد عبدالحفيز من وجهة نظرك هل ممكن سيد عبدالحفيز يرجع تاني لو سألتني انا هقولك ان سيد نفسه سيد نفسه رافض يرجع تاني كلام ده على مسؤولتي بقى انا الشخصية سيد عبدالحفيز نفسه رافض يرجع للمنصب رافض يرجع لهازا المنصب ده بعد رحيله اللي تم بالشكل ايضا ده اللي ما كانش ينفع ان هو يتم بالشكل ده مع حد حقق زي ما قلتلك 13 سنة من الانجازات والبطولات 13 سنة من الانجازات والبطولات لعب كرة مدير كرة لعب قفل مدير كرة قفل على الفريق محدش عارف يتنفس يا سيد محمد انا اقولك على لقطة شهيرة قوي لقطة بس واحدة توضح لك امكانية مدير الكرة عن امكانية اي مدير كرة تاني كابتن سيد عبدالحفيز في احد المباريات خلال الفترة اللي كان متواجد فيها اثناء الفترة بتاعته يعني واثناء فترة اللام تخن الزاكرة المدير الفني للناجي الاهلي مارتينيول اللي كان موجود مع الناجي الاهلي طلع اللاعب احمد الشيخ وقتها ده كان اللاعب في الناجي الاهلي كان جاي من مصر المقصة طلع احمد الشيخ فالمراسل كان عايز يعمل معه القوة فالمراسل كان عايز يعمل معه القوة تخيل انت اني الناجي الاهلي والكابتن سيد عبدالحفيز كان مدي فرمان اني مفيش لقطة تتعامل ان اللعيبة ممنوعة من الظهور في الاعلام تخيل انت ان الكابتن سعب حفيز عدى بس كده كان انا معدى من الاستوديو عدى كده من قدام احمد الشيخ احمد الشيخ سايب المرسل وراح طالع يجري قال له انا اسف يا كابتن اسف يا كابتن مقصدش هو ده يا سيد محمد الشخصية الشخصية الكابتن سعب حفيز كان بيدي دروس فيه ادارة كيفية هذا المنصب عشان كده هرجع للجملة اللي انا قلت لك عليه منصب مدير الكرة في النادي الاهلي تحديدا لا يقل اهمية عن منصب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي المباراة الجاية للنادي الاهلي امام العين الاماراتي شايفة من وجهة نظرك ازاي المباراة صعبة جدا المباراة يوم 29 اكتوبر بالمناسبة يعني فرصة هو يعني انا بقول لكم فرصة هو يعني قدامكم شهر اهو شهر بحاله يا جماعة شهر بقى نرتب بقى اوضاعنا من الداخل اهم حاجة انك ترتب اوضاعك من الداخل ان احنا نعيد بقى ترتيب البيت كده ونعيد ترتيب الامور من الداخل لجنة التخطيط مجلس ادارة النادي الاهلي مرسل كولر الاضافات اللي تمت على الجهاز الفني في النادي الاهلي زي بقى ايه عشان في حد دلوقتي ممكن ما يكونش عارف هيسألني يقول لي الاضافات دي هقولك ان في محل الاداء هل محل الاداء استطاع ان هو يشتغل على لعابي نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت دي من لحظة توليه المهمة اللي هي دخلة في حوالي اكتر من عشرين يوم لا امال انا جايب محل الاداء ليه السؤال اللي محد استطاع لهم بارح هل انا جايب محل الاداء عشان يحلل لي اداء انا ولا اداء الفريق المنافس يا جماعة حسبوا الناس حسبوا الناس هو احنا لما بنجي يبقى حد يعني انا يا سيد محمد لو شغل مع حضرتك وما عملت الشغل على اكمل وجه مش حضرتك هتيجة تحسبني طبا صح والله طبا هتيجة تقول لي يا اسلام والله الوضع واحد اتنين ثلاثة اه انت مسلا مأثر في الجزائي دي خلي بالك اه انت مأثر في الجزائي دي خلي بالك صح طبا الاهل خسر لقب صح خسر لقب كبير جدا ده لقب كاري وما ادراكه ان فريق يكون فايز بدوري افطال افريقيا ويخسر من الفريق